تحت رعاية ساعدة الدكتور عبد الحسين بن علي مرزا وزير الطاقة تم افتتاح المنتدى العربي الثالث للطاقة النووية الذي يقام تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية وبرعاية أمنة جامعة الدول العربية وبتنظيم ودعم من متابعة ومتابعة من المجلس الأعلى للبيئة في البحرين وقد استعرض ساعدة الوزير في كلمته الخيارات المتاحة لسلطات الكهرباء والماء لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بالطاقات البديلة وهمها الطاقة النووية حيث أشار بأن الطاقة النووية أثبتت أنها طاقة آمنة ولا يؤدي إلى غازات مسببة للاحتباس الحراري وكونها كذلك ذات تكلفة منخفضة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى ووضح الوزير بأن الدول العربية تواجه تنمية متسارعة وزيادة مضطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وبالمقابل هناك نقص متزايد واستنزاف مستمر للموارد الطبيعية خاصة احتياطات النفط والغاز كل ذلك يحتم تنويع مصادر الطاقة ووضع استراتيجية وطنية وعربية لطاقة في المستقبل وأكد الوزير بأن هذا المنتدى فرصة للنقاش حول الأولويات والمخاوف المتعلقة ببرامج القدرة النووية في الدول العربية بما في ذلك المتطلبات اللازمة لإجراء دراسة شاملة لجدوى القدرة النووية وتشجيع التعاون العربي حول قضايا رئيسية تتعلق بالقدرة النووية مثل الموارد البشرية والمالية والنظم التشريعية والرقبية الشاملة وتقنيات القدرة النووية المناسبة وملاءمة الشبكة الكهربائية إضافة إلى إدارة نفايات المشعة وأهمية التركيز على نشر الوعي فيما يخص سلامة محطات الطاقة النووية